دبان ميت في جسم الزغلولة ها شايف؟ دبان خرج من الريش وماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إزيكم محشون عاملين أي يا رب تكونوا بخير معكم أخكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام فيديو النهاردة زي ما وعدتكم عن حشرات الحمام السنين اللي فاتت كنا بنستخدم أكتومسرين وإفريزين كانوا بيجيبوا نتيجة جيدة جدا مع حشرات الحمام لما بنحطها في مية الاستحمام أو بنخففها ونرشها رش مباشر على الحمام وبرضه كنا بنستخدم خل وملح في ناس اعترضت على الطريقة وفي ناس لها تركيبات تانية من الأعشاب وهكذا لكن المرة دي بقالي فترة يعني من حوالي كم شهر كده استخدمت شيء جديد الله يبرك له الدكتور سامي عوض اللي هو كان دلنا عليه احنا قلنا لكم هنذكر اسمه الدكتور سامي عوض في ضميات يشكر اللي عايز رقم موبايله اعطهوله يتواصل مع واتس لو عندك حالات صعبة ما انتش عارف تعالجها المبيد الحشر اللي استخدمناه المرة دي عبارة عن ايه اه طبعا معلش هو غالي شوية لكن انت ممكن تجيب سانتي او على حسب الكمية اللي عندك او تجيب العبوة كلها عموما انا كنت شاري من فترة يمكن قبل الغلاء كان السانتي باربعة جنيه او اه لو زاد شوية ممكن يكون بقى بخمسة جنيه سانتي من عند الاستاذ اشرف خدير محلات افندينة لمستلزمات الطيور او لطيور الزينة اه حج اشرف خدير في ضميات احنا بنعملش تعالي الحد ان هو موفر لنا كل شيء احنا بنحتاجه. طيب هنخش على اسم المبيد الحشري اللي معانا اسمه اه اسمه فوكسيم. اسيب لك دلوقتي الصورتين فوكسيم او سيباسيل اللي هو موجود هنا اسمه سيباسيل. اه العبوة الزغيرة دي فيها عشرة سانتي يكفوني جدا جدا لما بخلصهم بجيب غيرهم. ده العشرة سانتي انا شريهم باربعين جنيه. اه زي ما بقول لك ممكن يكونوا بخمسين جنيه. لكن مهمة جدا جدا نفعتني جدا خاصة في حشرات الحمام اللي هي زبابة الحمام الزبابة الرخمة اللي دايما كانت معكننا عليا ومعكننا على الحمام. اه طب ليه انا هرش تاني. انا هرش تاني لحمام اللي بره ده ظهر فيه بعض حمامة لانه سايب انا ما بقدرش رش عليه رش مباشر. زي ما هرش على الحمام ده كده اللي هو محبوس قدامي ده. طبعا ده انا برشه رش مباشر رش استحمام يا جماعة وبرش الحيطان وبرش المكان منه. ده برش المكان منه. طيب الجرعة بتاعته قد ايه هو المفروض سنتي واحد على اللتر. لكن دكتور سامي عوض قال لي اه مفيش مشكلة استخدمه اتنين سنتي على اللتر. طيب حاجة كمان اه هتكرره بعد اه لو حضرتك اول مرة تستخدمه او عندك الحشرات بقالها فترة. علشان طبعا البيض وكده اه مفروض تكرره. هتستخدمه خمسة ايام وبعد خمس ايام كمان مرة تانية ترش تاني وبعد خمس ايام تكرره كمان مرة. يعني هتكرره تلات مرات. كل خمس ايام مرة. اتنين سنتي على اللتر. الحاجات اللي هي بالدائق المربي. دائق المربي جدا الفاش. وزبابة الحمام. والسوسة اللي بتلاقيها على الارض برضو. سوسة اللي بتبقى بتاكل في اي حشرات. عموما اي حشرات. بص لو فيه بلقيت براغيت اللي هي بتظهر في القطط او الكلاب هتنفع. والميزة انك هترش منها هترش تحمي الحمام ده. او آآ كلاب قطط تحمي منها ما تتخافش من اي حاجة. آآ مش حم يعني تغطس في الحمر. رش رش استحمام. زي ما انا هتشوف دلوقتي وانا برش الحمام ده. طبعا انا عندي البخاخة دي لازم يكون عندك واحدة زيها. عبتها حطت فيها هي بتاخد اتنين لتر مية. حطت فيها اربعة سنتي. آآ لك انا بقول لك الجرعة واحد سنتي. انا بوري لك ليه حطت اتنين سنتي على اللتر. لان برضو بدي لك بثبت لك ان هو امن حتى لو الجرعة زادت منك مسلا وصلت لاتنين سنتي. لكن هي الجرعة الصح واحد سنتي. فانا بجرب على نفسي وطبعا جربتها قبل كده ساختمتها كتير. فهو بقول لك هتعمل لقلبك كده او اي بخاخة مش لازم يكون دي لو انت عندك كمية قليلة لكن دي بتريحنك جدا. عملها بالهوى. عندك المكان كبير فهيكون محتاج بخاخة زي دي او فيهم اللي بتتشال على الظهر. اكبر يعني. فيه حاجات اكبر. اللي رائد على الحصة اهو. هوري لك ان انا مش خايف على البيض ولا طبعا هو السلك مش حايش الرش. الرش واصل اهو حتى لو جه على البيض ما بقى مش خايف انا من موضوع ده اهو. على مغرق الحمام كده جماعة. والسلكة ورش المكان وكل حدا. رش فوق كمان. برضو ده ده تحت زغليل زغيرة على فكر. اهو. ما تخليش اي مكان من غير ما ترش. والحيطان وكل شيء. رش كل مكان علشان ايه? عشان ما يرجعش يفقس تاني. الدبان او تفقس الحشرات. طبعا تعرف الحشرات بتآ ممكن تكون بيضة. لو انت مش منظف كويس. على كل شيء اهو. بس ضرور انك انت ترش ريش الحمام او ممكن تمسك الحمامة الحمامة حمامة كده وترشها. لو انت يعني مربف سلكة وعايز ترش تحت الجناح ممكن ترش. اهو. مش هنخلي اي حمامة الا ما نرشها. الحمام السايب اللي طير. والدراج وكل حاجة. طبعا حشرات الحمام هي سبب ممكن تكون سبب البدل فارغ. او اه لان بتضيق الحمام اسناء التزوج يقوم ييجي الدكر يطلع على النتاية ينزل تاني بسبب ان هو بيتهرش والنتاية تهرش. وممكن الحمام يهجر العش بتاعه والبدو الزغليل بسبب ان الحشرات مدايقاة. قل بالك من الحكاية دي ما تستهونش بالحشرات. رش السلكات كلها. ما تقلقش هي الحمام بيهرش نفسه كده. اه الحمام الشغال والحمام اللي مش شغال والحمام السايب والحمام اللي محبوس. بحم الحمام يا جماعة بالرش ما بقلقش منه. اه لو انا خايف هقولك بايدها عن الرأس انا ما بعدتش حاجة بس يعني ما تتعمتش انك تروش في راسها يعني. بنروش برضو هنا الزغليل في الصفايح او في عشوشها. اهو جوه صفايح او جوه بيوت الحمام رش الحمام اللي في السلكات دي. اهو جوه بيوت الحمام اللي في سورة براية الحمام اللي في السياء. بنروش بروش 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 بنروش منروش نرش الحمام كمان اللي طير فوق ده اللي سعيد نرش عليه فرض ورش مباشر وهو طير كده مش هتلاقي عندك اي نوع من انواع الحشرات يا جماعة زي ما بقولك كده مش هتلاقي اي نوع من انواع الحشرات رشت كمان الحطان الحوائط واللي مكان هنا زغاليل اهو شوف زغاليل صغيرة برشها برضو بس يستحسن انت ترش في الظهر يعني علشان الحمام ما يبردش منك لان احنا بنحمل حمام رش يعني بنغرقه زي ما بيقولوا طبعا الحمام بيطير مش هخلي مكان بس الوقت هوري لك الحشرات وهي ميتة هوري لك الحشرات وهي ميتة في الزغلول اللي انا رشيته اللي انا عارف امسكه يعني اللي كان في حشرات اللي هو طالع في السطح طب تعال هنشوف كده الزغلول وانا رشيته في البداية طالعا نشوف ايه الحشرات ماتت ازاي. الدبان ميت في جسم الزغلول اهو. شايف? الدبان خرج من الريش وماته. رابع ما نلسه راشش. نقلب كده ونرفع الجناح. نسمعتش تقريبا في حاجة صحية. في المكان اللي بكون في الحشرات بتكون هنا في الديل. ما فيش اهو زي الفل. انا رشيته يا جماعة اهو الناس عشان تعرف ان هو امن. انا حميت الزغلول رش. شوف مبدول ازاي. اتغسل عشان الزغلول غسلته. لأ قبل ما نختم الفيديو هقولك على موضوع الفيديو اللي جاية ان شاء الله. اه هقولك على شيء يخلى عندك الزغيل تكون كبيرة. هنتكلم عن مضاد السموم والخميرة برضو اللي عملناها قبل كده. او اه مش مضاد السموم اللي هو بيطاري او اللي هو بشري. لكن اه خل التفاح انا باعتبره ان هو مضاد السموم برضو. لانا باستخدمه لوقتي اليمون دول طبيعي. واقولك على النوع كمان اللي انا وصلت له. مش اي نوع. اه ولازم بعده الخميرة مضاد السموم او خل التفاح عموما او الفلاجل. طيب هنشوف استخداماتهم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اه طبعا ده مش تكرار لكن اه هنتكلم مع الصنفين مع بعض في الفيديو اللي قادم. لان احنا بدأنا في موسم الانتاج. اه كده اكون خلصت الموضوع في اليوم النهاردة لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.